مرحبا بكم في فيديو جديد على القناتي اليوم راح نشوفو the definition or the concept of linguistics so the word linguistics has been derived from the latin word lingua which means tongue and ethics means knowledge and science يعني هذا الكلمان تعليلينجويستيكس جابوها من اللغة اللاتينية الكلمان تعليلينجويستيكس تنقسم الى lingua and ethics lingua تعني tongue tongue باللغة العربية هو اللسان او انقدوا نقوله هو اللغة اللغة او اللسان اللي هي lingua and ethics تعني knowledge and science يعني العلم والمعرفة بزوش بهم يشكروننا the concept of linguistics lingua هي عبارة عن مصطلح و sticks عبارة عن suffix نزيدوه الاخر للكلمات وهذه x sticks دايما نصبوها في الكلمات اللي هي عبارة عن علم كما الرياضيات mathematics semantics critics statistics يعني هذك x دايما نزيدوها ال concept اللي يكون عبارة عن علم like linguistics and linguistics it does not study only one particular language but all human languages in general يعني هذ العلم انتع الليسانيات ما يدرش غي لغة محددة اللي هي اللاتينية ولا الانجليزية ولا ولكن هذ العلم يهتم بكامل لغات الموجودة في العالم يعني all languages this term can be defined as the scientific analysis of any human language يعني linguistics تعريفتها حول definition تحن قد نقولو it is the scientific analysis of any human language يعني هي الدراسة ولا التحليل العلمي لكل اللغات البشرية يعني ولنقد نقولو it is the scientific study of any human language يعني هي الدراسة العلمية لكل اللغات الموجودة في العالم and one of the goals that linguistics seeks to reach is to answer like واحد من الاهداف اللي linguistics ولللسانية تسعى للإجابة أو للوصول إليها هي الإجابة عن هذه الأسئلة يعني تسعى لمعرفة ما هي الإختلافات الموجودة بين لغة الإنسان و لغة الحيوان يعني تسعى للتفريق بين لغة الإنسان و لغة الحيوان to distinguish the human language from other animal communication systems second what are the similarities and differences between the human languages يعني وش هي الإختلافات والتشابهات الموجودة بين لغات الإنسان third one how are the modes of linguistics communication like spoken, written and sign language related to each other يعني كيفاش هاد المود تاع الكمميكيشن تاع التواصل اللي تكون اللغة ال spoken و ال written language اللي هي المكتوبة و sign language اللي هي لغة الإشارات كيف هاد المود مرتبطة ببعضها البعض يعني تتعالي دراسة التربط بينهم also its main purpose is to define language and provide a description of its characteristics and functions يعني واحد أيضا من الأهداف تاع linguistics لسانيات هو تعريف اللغة يعني تقدمنا تعريف ولا نظريات وتعريفات حول ما هي اللغة يعني وشياء اللغة and provide a description of its characteristics and functions يعني والهدف تاحة تاني تقدمنا وصف للغة moreover this discipline attempts to give information about the history of language and explain the differences between languages يعني بالإضافة إلى ذلك هاد الدسيبلين يعني هاد الفرع و هاد الليسانيات الهدف تاحة انه تعطينا information على the history of language يعني تاريخ اللغة من جات اللغة و كيفش بدات اللغة و كيفش حتى تطورت الوسط يعني لهاد المرحلة وتقدم يعني differences between languages كنا تكرناها مقبل اللي هي الاختلافات بين اللغات and now we are going to move to see who is the linguist يعني شكون هو اللينغوست اللينغوست هو الليساني ولا اللغوي اللي يكون قاري ولا دارس الليسانيات اللي هي linguistics so just as a person is able to drive a car without understanding the inner workings of the engine so too can a speaker use a language without any conscious knowledge of its internal structure يعني قالك كيما يقد أي واحد يصوق يعني السيارة بلا ما يعرف كيفش يخدم المحرك و هادو كل المعدات الداخلية نتع السيارة كامل نقدون سوق السيارة و لكن منعرفوش كيفش تخدم المحركات من الداخل هاكدا الإنسان اللي يتحدث اللغة هو يكون يتحدث اللغة ولكن ما يعرفش البنية الداخلية نتع اللغة كيفش دايرة so conversely a linguist can know and understand the internal structure of a language without actually speaking it يعني اللينغوست اللي هو اللغوي يقد يعرف البنية الداخلية ولا البنية الداخلية نتع اللغة كيفش دايرة لكن حتى يكون يعني هديك اللغة ما يهدرهاش يعني لغة جديدة عليه يقد يعرف هديك البنية الداخلية وش ننقصده بالبنية الداخلية يعني يكون يعرف وش هي اللغة وش هو البادي بارت يعني أجزاء الجسم اللي متعلقين بالبوردكشن متعلق اللغة و كيفش how the language works in the brain يعني كيفش اللغة تخدم كيفش تكون يعني في البراين the place of the meaning the place of the production في العقل نتعنا يعني many 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 things يكون يعرفهم اللينغوست هذا هو the difference between a linguist and الشخص يعني عادي so كيفما قلنا linguistics is the scientific study of language يعني هي الدراسة العلمية لللغة why we said that it is scientific علش قلنا it is scientific علمية so we don't need يعني laboratory باش نقوله على علم انه ولا على دراسة انه هديك scientific scientific محتاجوش فقط المخابر ولكن باش نقوله على علم انه scientific لازم هذك العلم يكون يحقق three three major characteristics ولا three major rules باش نقوله على هذك شي انه scientific so that's why we call linguistics as scientific يعني linguistic تحقق هاد الشروط دراسة الليسانيات حقتنا هذو three characteristics that's why we call it scientific وهاد three major characteristics are empiricism exactness and objectivity يعني هذو three main characteristics لازم يكونوا باش نقوله على هذك العلم انه scientific empiricism means التجريبية exactness تعني الدقة والobjectivity تعني الموضوعية now we are going to explain each one alone نحن نشرحه يعني كل واحدة وحدها so عدنا اولا empiricism واللي هي التجريب this means based in knowledge on real world observations and evidence not just gases or opinions يعني تبني المعرفة عن طريق ملاحظات وادلة من العالم الحقيقي ليس مجرد تخمينات واراء يعني تروح للreal world للعالم الحقيقي وتدير ملاحظة وتجيب ادلة لتكون صح موجودة هذه هي الامبيريسيزم ما تعتمدش يعني على اراء الناس يعني كيقولوا كينا ديك الحاجة تكزيستي ولا no they go and check يعني linguists they go and check يروحوا يتفقدوا in real world في العالم الحقيقي for example the quote عدنا المقولة I will not believe it unless I see it I will not believe it unless I see it يعني ماشا غدي نامم بها حتى نشوفها قدامي في العالم الحقيقي هدي مقولة some linguists ولا so the example عدنا one example here linguists study how people actually speak or write instead of just relying on theories يعني linguists اللي هما اللغويين they study how people actually speak or write يعني يروحوا للreal world للعالم الحقيقي ويشوفوا كيفاش الناس تكتب وتهدر how they speak and write instead of just relying on theories يعني مش فقط they believe only theories ولا اراء الناس وش هتقول ولا no they go and check هذي هي الامبرسيزم second عندنا exactness اللي تعني الدقة this means being precise and clear using specific rules or methods to study something يعني هذل exactness تعتمد على انو الانسان لازم يكون دقيق وواضح في دراسة اي شيء يعني باستعمال السليب by example في linguistics عندنا the linguists اللي هما اللسانيين they break down sentences into parts like nouns verbs and grammar rules to understand how they work يعني نقعدوا في التخصص لعي linguistics for example اللغويين يقسموا الجملة الى عدة parts يعني عدة اجزاء اللي هما nouns verbs grammar rules باش يفهموا وش هي sentence وكيفاش جي sentence how we can build sentences يعني كيفاش نقدون بني sentences يعني لازم نربطوا بين verbs و adjectives و nouns ونستعملوا grammar rules باش we create يعني a correct sentence do you understand ها 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 اللي تعني الموضوعية this means studying something without personal bias or feelings it's about facts not opinions يعني الابجكتيفتي لازم للإنسان كيدرس 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 دير الدراسة ما يعتمدش على feelings تاوعة ولا المشاعر تاوعة لازم يدرس الحقائق يعني something that is true that is real يعني حاجة اللي تكون حقيقية وصحيحة ما يعتمدش يعني الرأي تاعة الابينيون تاعة for example in linguistics نقعدوا دايما في المجال تاعة linguistics باش تفهموا in linguistics linguists don't say one language is better than another they just study how each one works يعني linguists ما لازمش يقول هاد language افضل من هادي ولا هاد اللهجة احسن من هادي ولا انا اللغة احسن من لغة تاعك no they just study how each one works يعني فقط يدرسوا كيفاش تخدم هديك الدي كيفاش شو هما الكاركترستيك شو هما الفانكشن نتوحى يعني 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 يقدموا وصف للغة هاد هما three characteristics لي خليوا something ولا اي شي scientific كي يكونوا متحقين by example linguistics يعني يتحقوا فيها هاد شرط that's why we call it scientific كي نتبعوا اي فلد ويكونوا يتحقوا في هاد وثلاثة اللي هما exactness and objectivity كي يتحقوا في هاد three main characteristics we call it scientific يعني قد نقولوا عليه scientific علمي so that was for today's lesson شفنا what is linguistics it is the scientific study of language why it is scientific رانا شرحنا three major characteristics لي خليوها scientific قولنا linguistics يعني الهدف تاح دراسة اللغة تقدم description للغة تدرس history of language يعني تاريخ اللغة تدرس الفرق بين لغة الانسان لغة الحيوان الفرق بين spoken written و sign language و كان هذا for today's lecture see you soon in another lecture i hope that you understand and you enjoyed the lecture thank you so much for watching and goodbye